اشهد سعادة السيد علي بن محمد الرميح وزير الاعلام بمضامين الرسالة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف اليوم الثالث من شهر مايو وقال سعادته ان من من حسن الطالع ان تتزامن كلمة جلالته ايده الله مع عيد الفطر السعيد ونرفع بهذه المناسبة اسمى ايات التهاني والتبركات الى مقام جلالة الملك المفدى دعيا الله ان يحفظ جلالته قائدا منجزا لمسيرة الخير والنماء لمملكتنا الغالية واضف سعادته ان هذه الرسالة الملكية السامية التي يحرص جلالة الملك المفدى على توجيهها في هذه المناسبة العالمية ايمانا من جلالته بحرية التعبير عن الرأي ودعم طورها وصونها تقديرا من جلالته لكل من حمل امانة الكلمة ونوه وزير الاعلام بما تضمنته رسالة جلالة الملك المفدى من اعتزاز وتقدير وفخر باداء الصحافة والاعلام الوطني وحث على مواصلة تحمل امانة رسالة الكلمة الحرة المسؤولة معربا سعادته عن بهلغ الامتنان جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على ما تلقاه الصحافة ومنتسبه الجسم الصحفي والاعلامي من رعاية واهتمام وقال سعادته ان كلمات وتوجيهات جلالة الملك المفدى كانت ولتزال وراء ما تم انجازه على صعيد مؤسساتنا الصحفية والاعلامية ومؤكبة روح العصر والتطور والمحفز الاساس نحو مواصلة نجاحات هذه المسيرة الاعلامية والصحفية والحفاظ على ريادتها لتبقى الكلمة الحرة المسؤولة صفة وعلامة مهمة في مسيرة النهضة التنموية التي تنعم بها البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وهنأ وزير الاعلام في ختام تصريحه الاسرة الصحفية والاعلامية في مملكة البحرين بيوم الصحافة العالمي متمنين تحقيق المزيد من المجزات لمؤسساتنا الصحفية والاعلامية بما يواكب التطلعات المنشودة ترجمة نانسي قنقر